وكما قلت ناس تجيب لكارثة غير مبلغ عنها حرب أسقط حياة نحو 4 مليون شخص وتهدد حياة الملايين وهي ليست بالكارثة الطبعية بل هي نتيجة التدخل الذي تقوده السعودية بدعم من الحكومات الغربية وحكومات أخرى في العالم لذلك نعتبر أن هذه التظاهر العالمية هامة إلى ذا الحدوى أود أن نعبر عن احترامي من لدن المنظمين إلى كل هؤلاء الذين عبروا عن تظاهرهم خلال نهاية الأسبوع واليوم من تشيلي إلى كندا من روما إلى نيويورك وحتى في اليمن بحديثاتها حيث شهدنا على مظاهرات حاشدة اليوم هو حراك عالمي بالفعل وهو مصدر إلهام حقيقي وشكرا لكل من ينطم إلينا في هذه التظاهر اليوم نسعى اليوم إلى أن نعزز وأن نوسع الحراكة المناهض للحرب الموجود في العالم لذلك نحفكم ليس فقط أن تشاهدوا بل كذلك أن تقوموا بإرسال الرسالة عبر خانة الدردش وأن تتواصلوا مع المنظمين لكي تجدوا ما الذي يمكنكم أن تفعلوا كيف تضغطون على نوابكم وكيف تنظمون لقاءات الافتراضية عبر زوم في محلاتكم في منطقتكم لكي نكرر هذه التجربة في كل مكان في الواقع نحن لسنا أقالية بل نمثل اليوم الأكثرية الصحقة لشعوب العالم أقله في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة حيث الأكثرية من الناس هم ضد الحرب انتلاق من هذه الروحية معنا باقة مرموقة من المتحدثين كل منهم سيتحدث لدقيقتين أو ثلاث دقائق ليقدم شهادة عن الأسباب التي تحدو به لمناهضة الحرب ويسرني أن أقدم المتحدث الأول أبسانا جيندم وهو نائب يذيع سيطه على المستوى المحلي والدولي لمواجهته لإجراءات التقشف وكذلك التدخلات الخارجية شكرا جزيلا لك كريس ويسرني أن أنضم إلى المتحدثين المرموقين على المستوى الدولي وأنضم إليكم في هذه الفعلية في هذه اللحظة الاستثنائية الحرب الجارية في اليمن هي أسوأ كارثة إنسانية بوجود أكثر من 200 ألف شخص قضوا نتيجة الحرب وتشير الأرقام إلى أن نحو 24 مليون شخص في البلاد بحاجة لمساعدة إنسانية هذا العام في هذا السياق أجد أنه من المروع كم قليلة هي التغطية العالمية التي يحظى بها هذا النزاع لسيما مثلا هنا في المملكة المتحدة على الرغم من مواصلة ضلوع حكومتنا في هذا النزاع كثر منها على مر فترة طويلة قد دعوا بريطانيا أن تكفى عن بيع السلاح إلى السعودية التي تواصل تدمير المدن والبداة في اليمن وقتل عديد غفير من الأبرياء ترجمة نانسي قنقر 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 الحرب فقط بل يطال كذلك تصرف الإمبراطوريات في العالم كيف أن الولايات الامريكية وبريطانيا وفرنسا لا تزال ترى أنها تملك حق التدخل في الشق الأوسط وفي أفريقيا وفماكن أخرى في العالم لكي ترتقي بساطواتها العسكرية والاقتصادية بالتالي كفا نعبر عن تضامننا مع كل حاضرين وتضامن كامل مع شعب اليمن فلنواصل نضال نواصل تنظيم الصفوف إلى أن ننهي هذه الحرب شكرا جزيلا لك لينزي على هذا النداء الملهم للغاية بلغ عدد المشاركين في هذه الفعلية الافتراضية على زوم الألف فبالتالي يعني أن الألاف يتابعون البث الحي عبر صفحتنا على فيسبوك وعلى المنصات الاجتماعية وهذا يعني أن المشاهدين عديدهم غفير ونشهد حني على مظاهرات في مونتريال حيث درجة الحرارة هي 14 دون الصفر وكذلك مظاهرة أخرى تنظم في فرنسا في وقت لاحق ومظاهرة أخرى في اليمن وأخرى في المملكة المتحدة في وقت واحد هذه أخبار ممتازة والآن ننتقل إلى ياريس فاريس فاكس المؤسس الشريك لمنظمة حقوقية وهو ناشط شهير وله مساهمة كبيرة في جهود عدم وفي ذلك إطلاق الحملات لمناوة الإمبريالية الجديدة والاستعمال الجديد يسرنا أن تكون معنا بالطبع لابد أن نشغل الصوت في هذه الأوقات حيث تكم الأصوات أتحدث إليكم من جنوب أوروبا من مستعمرة صغيرة مستعمرة سابقة للغرب الاستماري وباتت جزءا من الغاب أذكر ذلك لأن الأمر لا يطال المملكة المتحدة وحكوماتها المتواطئة مع السعودية فحسب وتسمح لها بمواصلة ارتكاب هذه الجرائم بحق الإنسانية في اليمن فأقل هو الحكومة في المملكة المتحدة تقم بجني بعض المال من بيع السلاح لا أن أقول أن ذلك يبرر الوسيلة لكن واقع الحال هو أننا هنا في اليونان وأنا أقود حزبا تقدميا صغيرا في البالامان قد ذهلنا عندما عرفنا من رئيس الوزراء أن البحرية اليونانية التي بالكاد تملك ما يكفي من الوقود لكي تجول في مياهنا الخاصة بعد سنوات من دمار أننا قد أرسلنا في الواقع فرقاتا إلى السعودية دعما لقوات السعودية نتحدث عن اليونان المستعمرة الصغيرة المدمرة اقتصاديا المفلسة قرأت أن تدعم السعودية في حربها فقيل لنا أنه لكي نصمد لابد أن نكون إلى جانب القتل الجماعيين وعند ذلك قد يلاقون بقدر أقل من الظلم بالتالي نتحدث عن مجموعة من العوامل مرتبطة بالوضع الجيو سياسي وجني المال والخوف الخوف الراسخ في نفوس الجميع كما يبدو فالجميع في بلادي يقال لهم أحفاد الإمبراطورية العثمانية يقتربون منا ولابد أن نلتفت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى تعليماتها فلابد أن نرسل فرقاتا إلى السعودية ويبدو أننا لا نتعلم أي دروس من الماضي كل قنبلة تنفجر في اليمن وتقتل أناسا يكونون عرضة للمقتل الجماعي وذلك سيرتد على أن كل قنبلة تنفرج قد ترتد رصاصة في صدور كل أوروبي وكلنا مذنبون حتى هؤلاء الذين تظاهروا لم نتظاهر بما يكفي في مواجهة الحرب التي ترتكب في اليمن حرب ضد الإنسانية كما نرى في اليمن في فلسطين وكردستان في مختلف بقاء العالم الحرب جارية على مستويات عدة في مختلف أنحاء العالم ونرىها تتدرج على أشكال وتجليات مختلفة من تجليات الظلم وبالطبع تعودوا بالنفع على مرتكبي هذا الظلم وكما قلت لكم يبنون أننا لم نتعلم الدروس الماضي لقد كنت أقرأ مؤخرا عن قصة محاولة جيش عثماني لإخماد تمرد في مكان عرف باسم اليمن في نهاية القرن التاسع عشر عندما كانت سلطة عثمانية تحاول أن تخمد نفوذ بعض العشائر التي بدأت تتسلح أكثر فأكثر وتثل القوات العثمانية في اليمن بالتالي تماما كما يحصل في أفغانستان أو كما حصل في اليونان ويحصل في اليمن الحروب تساقط ضد الإنسانية وضد التفكير المنطقي والآن لابد لكل شعوب العالم أن تتوحد خلف هؤلاء الذين يقفون في وجه الحروب التي تقدم تحت مسويغات تجارية وبيع السلاح شكرا جزيلا لك يانس نقدر لك الدعم الذي عبرت عنه وأنت محق فالمسويغات هي نفسها خلف كل هذه الحروب والأهم هو أن تتحرر أشعوب ننتقل الآن إلى إيطاليا متحدثة ليس متأكد أن كانت باتريسيا معنا فلنواصل إذن ننتقل إلى المتحدث التالي أحمد البقاقي وهو جندي بريطاني مولود في اليمن وقد عبر عن تنديده بالحرب على اليمن خارج الوسار الخارجية في المملكة المتحدة قائلا أن يدي الحكومة البريطانية ملطخة بالدماء شكرا لأنك دوامت إلينا أحمد شكرا شكرا على استضافتي وشرفني أن تحدث إلى جانبي هذا الحشد الكريم أنا جندي سابق في الجيش البريطاني وقد استقلت من الوظيفة التي أحببتها نتيجة ضلوع المملكة المتحدة فيما بات اليوم أسوأ كارثة إنسانية على الإطلاق ربما كنت في الماضي شخصا أنانيا كنت أفكر فقط في ذاتي وكيف سأتقدم في مسيرة المهنية ومنذ سنة تقريبا بدأت أمارس تقاليد ديانتي أديانة الإسلامية وهذا بالطبع لماني أن أضع مصالح وحقوق الآخرين قبل مصالحي ومثمع لذلك من السيرة النبويات الشريفة عندما كان يدعو دوما إلى تضحية الذات على مستوى حماية الآخرين وحتى على مستوى إطعام الآخر عندما بدأت هذه الرحلة رحلة التبحر في ذات قررت أن أعطق وأفكر كفرد متحرر فأخذت على عاطقي مسؤولية مساعدة الشعب في اليوم من خلال إطلاق منظمة أو مؤسسة خيرية لكن الردود التي كانت تأتينا من الشعب اليمني كانت تركز دوما على الحاجة إلى وضح حد لهذه الحرب فهم ليسوا فقط بحاجة إلى مساعدات إنسانية من دون رؤية نهاية هذه الحرب فقررنا أن نبدأ بالتظاهر لكي نضع حدا للتبادل بصفقات السلاح وأن نوقف الحرب ترسلنا مع نوابنا المحليين لكننا لم نواجه إلا بالتجاهل ذلك لأن التبقى السياسي التي كانت تقوم بالمشاركة في هذه الحرب كانت هي حكومة نفسها التي كانت تعول على أن يقوم يمني مثلي بالدفاع عنها لذلك قررت أن أبدأ بالتظاهر شخصيا خارج وزارة الخارجية وبعد ذلك بفترة وجيزة تقدمت بطلب الخروج من الجيش وبعد التظاهر تيقنت مسألتين أولا الوحدة هي السبيل الأوحد لإنهاء الحرب وثانيا لابد أن نضحي بما نملك من راحة في حياتنا لصالح الناس الذين يقتلون ويتدورون جوعا في اليمن فالحرب هذه قد انطلقت نتيجة التحيز في الموقف من جانب البعض ولذلك لابد من أن يفهم الناس ما هي الأسباب الجوارية التي أفضط إلى هذه الحرب وكما قلت لابد أن أقولها بصورة واضحة أنا هنا لا أقوم بتعبير عن دعمي لهذا الطرف أو ذاك للحوثيين أو الأطراف الأخرى في هذه الحرب فأعتبر أن كل طرف فاعل في هذه الحرب مسؤول بشكل متساون عما لحق من مآسم بالشعب وأعتقد أن العالم قد بدأ يصانف حياة الشعوب على شكل هرم قمته يسكنها الشعوب الغربية وفي أسفل هرم نرى الشعوب الأخرى التي تعتبر أقل قيمة أقول ذلك لأنني أعتقد أن هؤلاء الذين يقتلون لو لم يكونوا يمنيين وكانوا من جنسيات أخرى لسمعنا حكومات العالم تتبع نهجا مختلفا وكانت لتتخذ إجراءات احترازية أخرى ولتقارب هذه الحرب بطريقة عقلانية أكثر هذا هو الفارق الأساسي مع كل ذلك أشتر بنا أن نتوقف عن الانحياز لهذا الطرف دون ذاك لكي ندعو جميعا إلى إنهاء هذه الحرب أي أنه يجدر بنا أن نسعى إلى السلام من خلال محادثات السلام ومن خلال مطالبة ساساتنا بتحمل مسؤولية ما يحدث كل شخص يشاهد هذه الفعلية يجب أن يسمع ندائي يجب أن تطالب جميعا بإنهاء هذه الحرب وأن نحرر الشعب اليمني لكي يحدد مصيره وربما الخطوة الأولى التي نتخذها بهدف إنهاء هذه الحرب تكون من خلال تيقني الأثر الذي نملكه على الآخرين لقد تحدثت مؤخرا إلى بعض العاملين في جامعة لندن وما قالوه لي هو أن نظام البيئي يعمل إلى جانب الجامعات للضغط على السعودية هذه مسألة يمكن أن نعمل عليها أن نعمل كطلاب وكهيئات جامعية للضغط على الجامعات في السعودية بهدف الدفع نحو هذا الاتجاه شكرا جزيلا لإستضافتي لقد تشرفت بهذا اللقاء يمكنكم بالطبع أن تتبرعوا لصالح منظمتنا الخيرية لصالح الشعب اليمني رشاء يمكنكم أن تزوروا الرابط الموجود أسفل الشاشة شكرا لك أحمد وكما قال أحمد المهم هو أن نشارك في المسعى أن نشارك في الحملة وإذا ما ذهبتم إلى أي موقع إلكتروني خاص بكوت بينك أو أي منظمة أخرى يمكنكم أن تجدوا الكثير من الروابط التي تفيدكم بالمساهمة بطريقة التي تريدونها وكذلك تتعرفون على كافية المشاركة في المظاهرات والفعاليات المحلية يسرني الآن أن أقدم لكم كورنيل ويست هو كاتب وأكاديمي وفيلسوف وناشط معروفة على المستوى العالمي درس في هارفيرد في ييل في برينستن وهو كذلك أشبه بأسطورة في عالم الحقوق المدنية شكرا جزيلا لك ولانضمامك إلينا تفضل يجب أن تتعرفك يا كورنيل كورنيل رجاء أن أشغل الميكروفون شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك يبدو أننا نواجه مشكلة تقنية هل تسمعوني الآن؟ نعم ممتاز تفضل أحييك كريس أحييكم جميعا وكل هؤلاء الذين قرروا أن يضموا إلينا لكي نعلي الصوت لأننا نريد أن نؤكد على قيامنا المشتركة القيم الإنسانية التي نتشاركها مع إخواتنا وأخواتنا في اليمن لكي نحرص على متابعة هذا التققر البشري الذي يتبلور في اليمن من خلال تنظيم أفعال الكرهية بحق إخواتنا وأخواتنا في اليمن ونفعل ذلك من خلال تقبل كل هؤلاء الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في مواجهة هذه التجليات النيو لبرالية وذلك لأننا ننطلق من حس التضامن الأصيل من منطلق الاهتمام ورعاية ونقف في صمدنا في موقفنا لأننا ندعم الحقيقة ونؤكد على قيمة الحقيقة والعدالة العدالة التي يجب أن تقوم وأن تواجه حياتنا في كل يوم ولكي نقف إلى جانب أخواتنا وأخواتنا في اليمن لكي يعرفوا أننا لم ننسهم وأن إنسانياتهم لن يجري إخفاؤها بغض النظر عما تقدمه وسائل الإعلام التابع للشركات وأننا سنحمل صوتهم ونقول حقيقتهم وأن نقر بأن قيمة الطفل اليمني متساوية لطفل الأثيوبي والطفل في جواتيمالا وفي الإمبراطورية الأمريكية وطفل في اليونان وطفل في تل أبيب وطفل في الضرفات الغربية في غزة وطفل في الصين كلنا سواسية وهذه القوة الروحية والأخلاقية خلف هذه الأصوات التي تحتشد معن وبالطبع أنا أتحدث من جوف الوحش الأمريكي حيث قال مارتين لوثوري كينغ منذ 54 عاما حكومتي أنا هي أكبر مطلقة للعنف وهذا ليس منافيا لأشعر الأمريكي بل هو منافيا للإشحاف وتنديد بالسياسة الأمريكية الإمبريالية في مختلف نحاء العالم لذلك نقوم بالربط بين عمليات للقتل الشراطية التي تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية وبين الجرائم التي تعصف بوول ستريت والتي نرى في شوارع نيويورك وأن نربط كل هذه الجرائم التي تحدث بعملية عسكرة البنتاجون من دون أن نراعي لون المرتكب لون بشراته أو جنس نائب الرئيس ما دام هؤلاء لا يلبون المعايير الأخلاقية التي تدعوهم إلى وضع قيم العدالة والمساواة في جوهر أفعالهم لخدمة الأشخاص جميعا وأن ينظروا لهم على أنهم سواسية وإلا سنعلي الصوت دوما لذلك أنا أشعر أني محظوظ لأني هنا ولذلك قررنا أن نعلي الصوت وأن نبقأ فيها لهذه القيم حتى رمقنا الأخير ولا نسمح للجشع والكراهية لسياسة الإمبريالية للإفتراس الاستماري بأن يبعدنا عن القيم الحقيقية المتجذرة في الإسلام والكاثولوكية واليهودية وأي ديانة كانت شكرا لأنكم سمحتم لي أن أشارك ولو بجزء يسير من هذا اللقاء لنواصل الدربة معا نحن مسرورا جدا بالاستماع إلى مدخلاتك وتعبيرك عن صوت المدنيين اليمنيين والحديث عن منواءة الحرب وباسم حركة منواءة الحرب في كل مكان شكرا جزيلا لك دكتور ويست الآن ننتقل إلى إيسا مايتي هو فنان يمني أمريكي وسوف يشاركنا بعض القطع الموسيقية بداية أود أن أشكر دكتور ويست لأنه أشعل نقاش وبث كل هذا الشغف وهذه الحيوية في نفوسنا لا أريد أن أخذ الكثير من وقتكم فأمامنا قائمة بالمتحدثين الكثر أود فقط أن أشارككم قصة كنت جالس على أريكتي في مشاهدة التلفزيون ورأيت شخصا يطلق نار عليه وثم تبدلت الوقائع رأيت أن بعض الصور المتأتي من بلادي والأطفال غارقون في دمائهم الأمهات الثكالة والرجال الأباء راكعين وهم يبكون على شهدائهم ماذا سيأفعل من غرفتي فإذا ما قلت أي شيء إذا ما نبست بمنتشافة مصيري مصيرهم ومقتلي مقتلهم وأراهم الآن يصرخون في الشارع وأنا من أين آتي آتي من عالم جميل تحول إلى جنازة متنقلة ربما عسانة نتذكر الماضي لكي نأمل بمستقبل أفضل عسانة نتذكر أننا كبشر ضعفاء ضعفاء النفوس والمستقبل قد نموت ونقرق في طرعة من المياه لأننا كبشر رغم سعينا للكمال وللاهتمام نبقى ضعفاء ونسعى ونطوق إلى ما هو أكثر فأكثر فجوهرنا مجوف وأنا لست سوى خطاء لست أكثر من ذلك اسم الأول هو يسوع واسمي الثاني هو محمد لكي أكرر بأني لست عبدا وماذا عن شعبي يسمون بأننا متوحشون وأنتم تسمون أنفسكم بالمتحضرون تحرقون كل ما يوشه طريقكم وطلقون بأحكامكم على الآخرين وتدفنون المدن فوق المدن ونحن لسنا سوى فكرة ورسالة من الماضي تتورثها الأشياء لقررت أن أرتقي إلى مصاف التحدي لا أن أعتبر أن حياتي هي خطيئة بل أن أستفكر فقط ما علمتني إياها الأشياء الماضية قيمي تقاليدي وكذلك إبداعي وتحفيزي الفكري لكي نتمكن من بلوغي الإنجازات العظيمة دون أن أفقد بوصلتي وأفقد انتمائي وروحي فاطلب مني أن أبقى متواضعا وأن أبقى وفيا لكل هذه القيم ربما عندما توافيني يوما ألمانية أكون قد كنت وفيا ولو لقسم من هذه القيم التي ورثتها وأكون قد عبرت عن مقاومتي من سني اليافة من نعومة أظافري أن أقول الحقيقة من قلبي النعبد وأن أنقل هذه الحقيقة لكي تشعى في نفوسكم شكرا أردت فقط أن أضيف مسألة وجهزة تعقبا على ما ذكره أحمد بالنسبة إلى الوحدة وإلى الشعب اليمني التي كانت دوما تواقن إلى الحصول على مستقبل أنا أسوأ بالكثير من الأشخاص لدي مزيد من الأسئلة أو من الإجابات بالنسبة إلى كفية الحرب لكنني أعرف أننا عندما ستنقشع كل هذه الغيوم ستكون البلاد لا تزال موجودة واليمن سيبقى في المستقبل القريب بلد ودولة عالم ثالث والناس سيكون بحاجة إلى المساعدة على رغم من كل الموارد التي يمتلكها والوفرة من الثروات الموجودة ولكن تغيب القيادة على رغم من الشعب العظيم بالتالي عندما تنقش الغيوم لا بد أن نكون حضرين لمساعدة الشعب اليمني وأن نقوم بتقديم لهذا الشعب ما يحتاجه ليتقدم فكما يقال يمكننا أن نعطي امرأة سمكة ليقطات يوما لكن نعلمه كيف يصطاد فيقطات طوال العمر شكرا وأختم متواجها بالشعب اليمني بنتاء أحذر أدو الجميع إلى أن يقوم كل يوم بمساهمة ولو صغيرة لكي يعود بالنفع على شخصه ويتوصل لمستقبل أفضل ويقوم كذلك بالمساهمة في تقدم الجميع شكرا لك عيسى كريس كريس من الأمور ربما المحبطة قليلا عبر زوم هي أننا لا يمكن أن نسمع نداءات التظاهر الحاشدة كما نسمعها في الشارع لكن نقدر بطبع كل الكلمات قلتها والأداء التي قدمتها ننتقل إلى كيت هاتسون المتحدثة تالية كيت هي من المملكة المتحدة وهي ألمين العامة لحملة نزع السلاع في المملكة المتحدة وقد طلعت بدور رائد في حملات منهضة الحروب التي شاركت المملكة المتحدة فيها بخزين كبير على مرة سنوات الماضية تفضلي كيت شكرا جزينا لك كريس سيسرني أن أراك وكل المشاركين هذا المسافر هذه الفعالية المشاركة كثيفة وهذا أمر رائع وكذلك أود أن أنقل إليكم تحيات أزملاء من منظمتي اليوم نقف جنب إلى جنب مع الشعب اليمني وكل هؤلاء الذين يعملون لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية المروعة وعندما يتحدث الناس عن كارثة إنسانية قد يعتقد البعض أننا يتحدثوا عن كارثة طبيعية لكن الحقيقة بعيدة كل البعد عن ذلك فهذا الوضع هذه المشاعة تتمر هذا الموت وهذه المعاناة كلها من صنع الإنسان وهنا في المملكة المتحدة لابد أن نواجه حقيقة الأمور وهي أن حكومتنا قد طلعت بدور كبير وأساسي في هذه الكارثة المؤسفة للغاية واليوم بالطبع ندعو الرئيس بايدن ليفي بوعوده وليقوم على الفور بإسقاط منظمة الحوثيين من قائمة الههاب بتسمية ترامب وأن يوقف كذلك الدعم العسكري المقدم إلى التحالف الذي تقوده السعودية وكذلك نحن هنا في المملكة المتحدة نطالب حكومتنا بأن تضع حدا لبيع السلاح إلى المملكة العربية السعودية وكذلك شركاء آخرين في التحالف ولابد أن نتسأل كيف عسى السلام يتحقق في اليمن عندما نرى القوات السعودية تستخدم المقاتلات السعودية لإطلاق الصواريخ والقنابل السعودية نحن نقوم بتوفير الوقود المطلوب لهذه الحرب ونشاهم بالتالي في مقتل الناس عبر صفقات كبرى لابد أن تنتهي هذه التجارة الملطخة بالدماء والموت لابد أن تنتهي ولابد أن نشبر حكومتنا لتبدل مسارها أن نسخر كل طاقات وكل القدرات خلف هذه المطالب بطريقة نفسها التي فعلناها خلال الحرب التي شنت على العراق ولقد حان الوقت لكي نعطي الأولوية لحياة الإنسان ولكي تصفو حياة الإنسان على الربح المالي ولابد للمملكة المتحدة من أن تنوع إنتاجها وأن تبتعد عن إنتاج السلاح لتركز على إنتاج ما يلبي حاجات الإنسان وحان الوقت لتمتثل حكومتنا للقانون الدولي بوجود أدلة واضحة عن انتهاكات حقوق الإنسان من لدن تحالف الدولي ومع ذلك المملكة المتحدة تواصل دعم القصف الجوي عبر الامداد بالسلاح والدعم الجوي بالتالي هذا التحول الأساسي بالنسبة إلى حركتنا هنا لكي نحقق تغيير المطلوب ختاما كان من المؤثر ومن الملهم جدا أن نشهد الصور التي تظهر المظاهرات الحاشدة اليوم في اليمن واليوم أتينا لنعبر عن تضغميننا مختلفة بقاء العالم مع هؤلاء الناس نحن فخرون لأننا أعضاء في هذا الحرائق ونقف إلى جانبكم ونبقى ثابتين خلفكم حتى النهاية كل تضامن مع الشعب اليمني شكرا جزيلا لكي كيت بالطبع من المهم الشديد من نسبة إلى الحكومات الحالية أن تقوم بتنوي مصادرها لا أن تقوم بتحقيق النمو الاقتصادي من خلال قتل الشعب الأخرى هذا أمر مرفوض على شدول أعمالنا معنا مجموع أخرى من المتحدثين ننتقل إلى المتحدث التالية لكن قبل ذلك يبدو أن عضو الكونغرس قد انطبع علينا روك كارنا وهو أحد الشخصيات التقدمية الرئيدة في موشهة المساعدة الأمريكية الحرب الحصلة في اليمن وقد استمد الإلهام من حياة جده الذي كان ناشطا في حراك هاندي أهلا بك ويسرنا أن تكون معنا تفضل حضرة عضو الكونغرس شكرا شكرا لك وشكرا على هذا النشاط رائع ومساهمة كل المشاركين اليمن تشكل الكارثة الإنسانية الأكبر في العالم إنهاء هذه الحرب وتوفير الإغاثة المطلوبة للمدنيين في اليمن لابد وأن تأتي في رأس قائمة أو لوياتنا بالنسبة إلى أي حكومة وأنا أعمل مع السناتور ساندرز وإدارة بايدن لإنهاء هذه الحرب وكذلك المبعوث المموي قد قام بعمل كبير في إطار السعي لإنهاء هذه الحرب لكن لسؤال حظ على مرة السنوات الأربع الماضية لم يلاق بشريك يفكر بطريقة نفسها على مستوى الحكومة الأمريكية لكن ذلك سيتغير السناتور ساندرز وأنا سنعمل على المسيد من المناصرة لتقديم المسيد من القوانين تهدف إلى توقيف أي دعم اللوجستي أي دعم استخباري أي دعم عسكري مقدم إلى السعودية في حملتها التي تقودها في اليمن ولابد لذلك من أن يتحقق على مقاريب كما لابد وأن نحرص على أن يدفع السعوديون التعويض المطلوب وأن يرفعوا الحصار لكي يتمكن اليمنيون من حصول على الدواء والغذاء نتحدث عن حاجة طارئة بين 3 و 4 مليار دولار يحتاجها الشعب اليمني ويحتاجها الأطفال يمنيون لقد دارت بيني وبين الوزير بلينكين وكذلك جيك سوليفن نقاشات بناء بالنسبة إلى فريقهما وأنا أعتقد أن إدارة بايدن ملتزمة بإنهاء هذه الحرب وتطلع قدما إلى العمل معهما والأهم هو أنني أتطلع قدما إلى مواصلة الاستماع إلى صوتكم ومتابعة فعلياتكم لقد سمعنا الكثير من المتحدثين القيمين وحتى ضمن فريق تواصل البعض مع الكثير من المجموعات النشطة صوتكم مهم وهذا أساسي لتصليط ضوء على ما يحدث وإيصال إلى كونغرس أعلم أن ما تفعلونه يحدث فارغ وطلع قدما لمواصلة العمل معكم لنهاية هذه الحرب شكراً شكراً جزينا لك على هذه المدخلة وقد سرنا بمشاركتك سرنا الآن أن أقدم لكم المتحدث التالي من إيرلندا وهو نائب فاز في الانتخابات الأخيرة وقد كان طرفاً نشطاً في الحراك للهجمات على الحريات المدنية وضض الحرب أهلاً بك جون وشكراً جزيلاً منظمة Stop the War أوقف الحرب لتنظيم هذه الفعالية الافتراضية الناجحة وأود أن نعبر عن عميق تضامن مع شعب اليمني بالطبع ومن الملهم أن نرى هذا العديد الغفير من الأشخاص الذين قرروا أن يشاركون هذه الفعالية ولكي نعبر عن تضامننا مع شعب اليمني هنا في إيرلندا لقد كنا مصطومين بمشاهد النزاع وكما قال جميحة الآن هي كارثة إنسانية تتطلب استجابة صار ما 80% من الناس في اليمن يعتمدون على الحاجة الإنسانية وهذا بالطبع أمر يمكنه أن يستمر حيث أن جزءاً كبيراً من الميزانية المقدمة على المساعدات الدولية توجهوا لتلبية الحاجات الطارئة والملحة للشعب اليمن وأكثر من 80 ألف هجم جوية قد استادفت اليمن بإدارة التحالف السعودي وحسب التقديرات ثلث عمليات القصف الجوي قد أصابت أهداف غير مدنية وهذا بالطبع يؤثر في حياة الملايين ونصف مليون طفل بالطبع لا يمكنهم أن يصلوا إلى المياه النظيفة إلى مرافق الصرف الصحي والنظافة الأساسية من الصعب أن نتبين الرقم الحقيقي للأطفال المتضررين وأن نفهم كيف أن هذا العدد الكبير منهم لا يمكنهم أن يصلوا للمياه النظيفة إضافة إلى ذلك الحزب الذي أنتم إليه تشينفين قد دع إلى فرض حصار أو حظر على بيع السلاح إلى السعودية وتنديد بالحملة السعودية وتوجد حاجة ملحة لتوقف البلايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ببيع السلاح إلى السعودية ودوبلن إذا ما كانت جادة في أن تكون وسيطا في هذه الجهود فلابد وأن نقوم بتيسير الأنشطة ضعية لإنهاء الحرب تالي أدعو الحكومة في إيلندا لأن تعزز المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب وكذلك أن تعزز مراقبة المساعد أو الحجات الإنسانية وهذا يتضمن بالطبع أن نندد بالحصار الحصار الذي فرضه التحلف قد أدى إلى كارثة إنسانية وعدت مئات الألاف من الأشخاص يوجهون التهديد المباشر على حياتهم إيلندا قد أدعو